بنصح حضراتكم ككبار لسه بكلم عن الكبار إنكم تعودوا إلى عادات النوم السليمة إنكم مثلا تتعشوا بدري عشان تبقى آخر حاجة كلتوها قبل النوم مثلا بساعة ولا حاجة كده أو ساعتين خلاص إنكم ما تدخلوش نفسكم في أنشطة حماسية قوي قبل فترات النوم لأنتوا طبعا ولا أطفالكم مثلا إنكم تتوقفوا عن شرب المنبهات في الجزء الثاني من اليوم ويا ريت خلال اليوم كله لأن المنبهات دي بتكونش كويسة خلاص بس إذا يعني عايزين تشربوها زي الأهوة يعني والشاي والحاجات دي كلها مع المياه الغازية برضو منبهها لكي أنا أتكلم تعديا عن الشاي والأهوة ومشتقات الأهوة خلاص فتشربوها في الجزء النهاري من اليوم بلاش بقى بالليل وهكذا عند الأطفال بقى في حاجة اسمها الأنشطة المهدئة الأنشطة المهدئة المصاحبة للنوم فتلاقوا الأطفال تلاقوا كتير أهم الأطفال مثلا هم نايمين تلاقوا يمسكوا طرف الغطى مثلا بتاعه خلاص طرف الملاية أو طرف الكوفيرتا أو طرف اللحاف خلاص يمسكوا تلاقوا في أطفال يمسكوا خصلة من شعرهم تلاقوا في أطفال يمسكوا لعبة خلاص خلوا بالكوا باسم الحاجات دي في نقطتين إنه لو العادة المصاحبة للنوم عند الطفل دي كانت مثلا لعبة أو ما إلى ذلك إنها ما تكونش قريبة من وشه دي نقطة مهمة إنما عادي إن الطفل ينام أحيانا بيحب يحط لعبة معايا جنبه في السرير أو ما إلى ذلك بس ما تكونش قريبة من مكان وشه علشان التنفس بتاعه يكون سليم أما بخصوص الأحوال الأخرى اللي هو زي مسك طرف الغطى أو مسك خصلة شعر أو ما إلى ذلك فأنا عايزة أقول لكم إذا لاحظتوا أن الطفل ينام نوم هادئ عند التمسك أو عند تبني هذه العادة أو أنه يمارس هذه العادة خلاص فاسبوه لأن قيمة النوم هنا أفيت بكتير قوي أن الطفل ينام نوم هادئ ومستقر أنهم ليلي منتظم هادئ مستقر بتكون أفضل قوي من أنه يسيب العدد دي لأن العدد دي بنسميه إحنا عدد تطورية في الطب يعني إيه عدد تطورية؟ يعني الطفل مع تطور العمر بيتركها ما تقلقوش يعني فيها أطفال كتير قوي أنا بقى دربت لكم الأمثلة الشهيرة حكاية مسك خصلة شعر أو مسك طرف الغطى أحيانا فيها أطفال ما بتنامش غير لما تمسك إيد مامتها أو بابا يعني يبقى الأم أو الأب يبقى مثلا قاعد جنبهم ولا حاجة وتلاقيه مسك إيدك خلاص فبعد فترة ما بيروح في النوم أنت بتسحب إيدك عادي أو بتسحب إيدك تمام ما تقلقوش من العادات النوم المصاحقة أو العادات المصاحبة للنوم دي قلتلكم بس في حالة واحدة بنخلي بالنا لما يبقى فيه ماتيريال أو فيه مادة خلاص الطفل واخدها معاه في السرير يعني مثلا زي لعبة أو كده إنها ما تكونش قريبة من وجهه أو ما تبقى طبعا ما تسببش له أذى أو ضرر أو ما إلى ذلك تمام